المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب راين وزلي روث ذو الثمانية والخمسين عاما من نورث كارولاينا له سجل تاريخي حافل مقابلة سابقة له مع صحيفة نيورك تايمز العام الماضي كشفت عن شخصيته المثيرة للجدل الصحيفة الأمريكية قالت أن روث سبق له أن عبر عن رغبته في القتال والموت في أوكرانيا بعد أسابيع قليلة من الاجتياح الروسي في أوكرانيا روث سافر بالفعل إلى أوكرانيا رغم عدم انتلاكه خبرة عسكرية كما حاول تجنيد مقاتلين أفغان للمشاركة في القتال حيث تواصل مع مجموعة من المقاتلين الذين أبدوا رغبة في المشاركة وفق تصريحه للصحيفة شارك أيضا على تطبيق واتس آب رسالة أعرب فيها عن أرائه داعيا لدعم حقوق الإنسان والحرية بل وأكد ضرورة دعم الصين لحماية الحرية الفردية ومع تاريخه المليء بالشعارات الداعية للسلام إلا أنه اعتقل في حادثة سابقة عام 2002 بعد تحصنه داخل مبنى بسلاح رشاش التحقيقات ما زالت تكشف المزيد عن شخصية روث المعقدة ودوافعه المثيرة للتساؤلات تكشف المزيد عن شخصية روث المزيد عن شخصية روث المزيد عن شخصية بلوغة المشاركة